أربع البرفق بالنص الفرنسي لهذا القرار. هذا القرار اللي تم إصدره في حكومة سيد ليس الفخفيخ واللي معناها كشفت. 2017 كنت يوسف الشيه. 2020 ينشر هذا القرار بالرأة درس بجمال التونسية في خمسة قوت 2020. أنت حكيت هالقرار 2017 ولكن ما تخلش حايز النفاف. نطفي رئيس البرلمان البارح لشيه يوجه مراسلة إلى وزيرة الصناعة والطاقة ويقول لها نحي الكيس البلاستيكي. معناها مفهمنا شنو الصفة انتعوا اليوم سيد رئيس البرلمان اللي قاعد معناها يمارس في صلاحيات غير صلاحيات. بل ويلعب في دور ليس الحكم بل الوسيط بين لوبيات الفساد اللي موجودة اليوم في تونس والفاسدين اليوم في تونس قاعدين يكبروا بحكم معناها موقعهم من السيدة راشد الغنوشي وهو المتحكم الفعلي اليوم في البلاد وخاصة في حكومة هشام المشيشي. نشوفوا انه وفق علاقتك مع القيادة حركة انها دراجة الغنوشي تنجم معناها تعمل اللي تحب ويكون معناها الفترة الزاهية للوبيات الموالية. واذا انت معناها خارج اللوبيات هذه بتبعت الحالي تم اقتسائك من اقتسام الغنيمة. هذه الصورة البائسة اللي معناها وصلنا لها بعد عشر سنوات من حكم اللوبيات وحكم السمسارة. لانه كل رئيس حكومة توا شفناها مع الشفاد وشفناها خاصة بكل فضاعة مع الياس الفخفاخ انه الوزراء متاعه من اللي يشدوا الوزراء متاعهم. بدات معناها اقتسام الصفقات في جنح الظلام. وقت كانوا تونسة محجورين في ديارهم. لهين خايفين حيرين. كانوا الوزراء ويقودهم سيد الياس الفخفاخ يتقاسمون الغنيمة. انا ضد البلاستيك مهما كان نوعه مهما كانت مجالات استعماله. فما بالك اذا تبينها وعلى أقل من الاخبار اللي قاعدين الناس محوا فيها. انها صفقة موردة. فهل سيد وزير الصناعة. وانه فما شريكة اللي هي بش تكون مستفيدة مباشرة من صفقة هذه. فها الزوجة متاعه. هذا كلام قالوا يا سين العياري. والزوجة متاعها الوزير هذا. حاطة اسمها في الشركة بدون لقب زوجها. باش هكاكة ما يتفطن حد. الحمد لله انه فما بعض النواب اللي مزل عندهم ضماير حية. يكونوا يخدموا في اجندات. ما يكونوا يخدموا. احنا هذا ما همناش. اللي همنا هو. انه ملف معناها مكتمل الشروط متاعه تم التكشف عليه. ما يكفيش انه قرار بابطال هذا الاجراء. بل اني انا ادعو. محاسم. الى التحقيق مع السيد صالح بن يوسف. اذا ثبتت عليه شبهة الفساد. فليلاحق حتى الاخر. واذا طلع بريء بصحته. لكن المعلومات تقول ان السيد ليسف خفاخ في الايام القادمة سيكون ضيف على قطب القضاء المالي. حيث تتم معالجة الملفات متاعه بشكل جدي. واكيد ان الوزراء كيفه اللي يتعامله مع الوزارة متاحهم. على اساس انها غنيمة سيتكون ضيوف على قطب القضاء المالي. وان شاء الله ما تصيرش تدخلات لا من الداخل ولا من الخارج. خاصة للوزراء هذو ما اللي يحبوا يتبوروا علينا بالجنسية الفرنسية. وشفنا صالح بن يوسف في هرول من بلاتو لبلاتو في محاولة تبييض وانو ما عندوش علاقة ولكن انبعد يتبين لانو زوج شو عندها علاقة. مع كل اسف لانو هما جابوه على اساس يقول كذلك ذكرنا بالفقيد صالح بن يوسف في المناظر الكبير وكان يتسمى الزعيم الكبير الحبيب بورقيب المجاهد الاكبر هو الزعيم الكبير. من حبش نرجع يعني للعركة اللي والات الناس تحكي عليها بين الزعيمين. اما جاء صالح بن يوسف وشفنا اولا العملية الاولى فيما يتعلق بالكمامات وانبعد كيفاش يعني تم غلق الملف بشكل مباشر وبسيء وبكل سرعة. توا ملف اخر من الحجم الثقيل لان وزارة الصناعة من الوزارات اللي فاها ثقل كبير اقتصادي ومالي وتلعب فاها اللوبيات بشكل كبير بشكل واضح احيانا واذا كان في وقت ما كان فما الناس تخبي على بعضها توا مش ممكن باش الناس تواصل باش تخبي على بعضها. وفما بعض الضمائر الحية سواء من النواب سواء حتى في وسائل الاعلام اللي يعملوا على كشف هذه الحقائق وعلى ابرازها الى المواطنة الونسي خلي فيق خلي تونسي فيقه وخلي ايضا القذا يلعب الدور المانوت بعهده وان شاء لتفتح الملفات كما ينبغي وخلي من تورتها ومن تورتها في مثل هذه الالعيب مثل هذه السفقات المشبوهة يتحمل مسؤوليته ويزم يخلص لأكثر ولاقل. نعم مش نسمعو انت حكي تقبيلة على لغة الدموع نسمعو توتسويت تصريح السيد وزير الصحة اللي غلبته العبارات متاعو البرح. بالنسبة للده في اغراءات مضبوطة حاليا من شور وزاري ويكلف وزارة شؤون محلية والبقاء مش هي تتكفل بمراسم الزيتار بتعددف. حاليا صحيح لاحظنا برشا حالة خوف ورعب. انا ذاكي المرأة اللي امها التوفير رابطة في ريانة ورطة ديوه هي مش في القارع على الخشب هي كمشي ويعد في المورك. حس ازعجني في الوضع هذه الحالة اللي وسطلها الانسانية جمعة قدام المرض هذه. ما تصوره بنت تعرف العلاقة البنت ووامها تجمش حتى تمشي تقربة لهم. هذه اثر فيها برشا. اثر فيها برشا. هذه العلاقة اثرت فيها ما تبتخيش انسان ولا يخاف. تخدو كوم تلا كوم يظهر اللي لوت في العملية ما يتكلمش يتكلمش يتكلم ولي يبكي هكا حاب يمس ولا منعش نجم تكون زيدا فما شكون يقول لك معنا يبلكش حاب يمس وحاب يظهر بانو متأثر فما شكون يقول لك ليرا وميل ولا انسان وعندو شعور وعندو احساس وتجم بالحق جيتو البكي. اني والله مانيش موجود هنا باش نحقق وندقق في نوعية الدموع المنهمرة من عيون السادة الوزراء. وربما نعود وزادة نعملوا مخابر لتحليل الدموع. ما ايه معناها ما نعرفش قداش بيش يكون التحليل متاعها متين وتسع الاف ولا ربعمائة تلف. ان شاء الله بركة ما تبدأش دموع مو زيفة. لا لا انا بالعكس والله اصدقه وهذا يحزني اكثر. لو انها كانت دموع مصطنعة. ربما قلت ايه بداية او الراجل بداية تسيس. حاول على الاقل يلقى طريقة باش يتواصل فيها مع الناس. اما هذه دموع طبيب مفروض. طبيب هو. تعرف شنوه طبيب. طبيب رو هو الواسطة بين الانسان والموت. بين الحياة والموت. اي انه الموت ما هوش حاجة جديدة عليه. احنا كناس عاديين صحافي محامي بناي تاكسيست. الموت حاجة كبيرة برش. اما هو في سراع يومي مع الموت. ومع ذلك نشوفوه متأثر ياسر وقال لك رأي الانسانية كلها تعيش في ظروف اصعيبة. هنا قلت وكررت ونعودوها. يعني يتوى يا وزراء يتكلموا يبكي. ما زال معناش هاك المنطقة الوسطة. سيدة الوزير قلنا راو بوكائك اليوم ماهوش في وقت. انا وقت يبكي. قلت له زادة بوكائك ماهوش في وقت. اليوم ما حاشناش بالدموع. اليوم حاشتنا بالرجالات بالقوة بالعيان اللي تتحمر. اليوم حاشتنا بجنيرال ما يبكيش. تصور لو ان الجنيرال في وسط الحرب يبكي. عندما تنتهي الحرب اما تبكي فرحا بالانتصار او تبكي حزنا على هزيمة. اما ما تفسير انك تبكي لي وانت تخوض في الحرب. انت في ذروة الحرب وفي ذروة الصدام اللي مفروض انت تشحن الجنود متاعك الناس. معناها الجيش الابيض متاعنا بالطاقة بالشجاعة بالعزيم. خاصة بالامل. يعني نعرف احنا العدو قوية علينا برشة وامكانياتنا ضعيفة برشة. فمعناها اضعف الايمان انه تكون عنا قيادات على الاقل تحسسنا اللي هي المعركة هذي مقدورة عليها. مش بالدموع. هنا كنت نتمنى ارف سيد الوزير صحيح الكوفيد اقوى منه اقوى منه. صحيح احنا ده دولة ضعيفة صحيح حالتنا على المستوى الصحي متدهرة جدا لكن حبيت مثلا يتطرق للنقاط اللي يسبقوا يحكينا عليهم يا ايمان الفساد داخل المستشفيات يقولنا اش عمله يورينا قوته على الاقل في الضرب على يد اصحاب المصحات. انا الحقيقة البرح شفت الدكلاق السوم داعو شفت حديثو حتى وقت اللي سألوه وقالولو هام الطبه يشكيو يشكيو. الناس سمحني في الكلمة كذب الطبه قال هم يقولوا اللي يحبوا ما اللي عندهم معدت. به ما اللي مدام وصلنا الهكا. واحنا بقينا ديما عنا نوع من واجب التحفظ وكأنه في الحكم حيفظا على معنويات الحكومة هي. هذا وزير ضعيف جدا شخصيته ضعيفة جدا يمكن يكون طبيب في كابينهم تاعه ربي معاه. اما انه اليوم يرتقي ليقود هذه الحرب ما بينه وبين القيادة. اشواط واشواط. سيد الوزير لست مجعولا لهذه المهمة. كان عليك ان تقدم استقالتك. وسنذكر لها كذلك بكل معنى الخير. ونعتبرك قد خرجت من الباب الكبير. اما بهذه الشخصية الضعيفة. وبهذه الدموع المنهزمة. وبهذه النبرة المنكسرة لا يمكن انه عاول عليك. وخليني نقول لك. لست انت الرجل المناسب اليوم. اللي بيش يحارب لبيات الادوية. اللي بيش يحارب لبيات المخابر. اللي بيش يحارب لبيات المساحات الخاصة. واللي بيش يحارب اللبيات اللي اليوم قادة تعبث بمعناها الصيدالية المركزية. وبادارة الادوية داخل وزارة الصحة. اليوم نحملك التالي الوسئولية تاريخيا. رد بالك تتصور انو الوزارة اليوم فهى حسانة. غدوة سينتهي الكوبيد. وسنعدوا قتلانا وموتانا. ووقتها ستنحمل انتي. واللي حاطك كامل المسئولية. بضبط ابراهيم الوسلتي دي ما انا نأكد على حاجة في الحرب. براه الجنود هما لهذه السلاح. ولكن الجانب النفسي مهم ومهم جدا. انو يخرج طبيب وتكون عنده لغة. امتاع اه. طمن. طمن. تاجتع الدياغنستيك. تاجتع الحقيقرة وتجمع. ولكن يزمك تقنع. يزمك تقنع. تقنع زادة بامكانيات ما فهماش. وقتلي تحكي عالحالة متاع متاع الثاور اللي شفنا هم يدوروا على مواقع التواصل الشميع فى ما يتعلق بحالة اليورجنس متاع الرابط. ايه يظر متحولش تخبي وتقول لا ودرج. اي 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 اي. اذيك الامكانيات اللي عنا. هقنا على المواطن نخليه يصدقك ولكن طمنه. مهم جدا جنب. هذا هو هو الاكيد الدموع والعبارات بتاع السيد وزير الصحة غير مفتعلة. ولكن كما اسبقه قلت انا انو راو انت فى المقدمة فى الواجهة. وانت من تقود هذه الحرب الشعواء ضد الكوفيد. ضد يعني عدو مختفي مدى ما نعرفوش عليه. وانت تعرف شتي الامكانيات والاسلحة المتوفرة لديك. بالرغم الضائلة بتاعها. ولكن لا يحق لك ان تظهر بهذا المظهر. واحنا تحدثنا كثيرا عن حكاية الكم. عن حكاية الاتصال. معنتها اللي هو اصبح عائق كبير في الحكومة هذه وحتى في الحكومات المتتالية. الى حد الان موجدناش رجل اتصال في الحكومات المتتالية. اللي قادر على الاقناع. قادر على الابلاغ. قادر على التبليغ. وزارة الصحة التوى هي ام الوزارات. هي الوزارة الاستراتيجية بدرجة اولى جيه بعدها وزارة التربية. ثم وزارة النقل. ولكن وزارة الصحة توا هي الناس كلها ما عمل على وزارة الصحة. وقت لي تطلعن انت ومعنديكش المعطيات الكافية المعطيات اللازمة باش تقدمها للمواطن اللي قاعد ينتظر منك في اميساج ديسبوار يعني ينتظر منك في اشارة باهية مش ينتظر منك في دمعة ينتظر كونه باش تقول الحقيقة انعم انا مثلا شفت تبعت يعني الحوار متاع السيد وزير التربية والله اقنعني لانه اعطى معنتها ارقام ومعطيات واحصائيات ولم يكذب لم يكذب ما قالش نكذب النقابات ولا كذا وما تخرش حتى في الجدالة ذاية انا ماذا بينا يا سيد وزير الصحة انا قلتها ونعاود انكررها وهو طبيب في المستشفى العسكري وهو محسوب على السيد الرئيس الجمهورية انا نقول انه الخطأ فيما نختاره والخطأ يكون اكبر لانه قبل بهذه المهمة ويعرف اكيد انه يعرف ان المهمة ليست سهلة كما كان يتصور قد نكون وخسرنا طبيب ولكن الاكيد لم نربح وزيرا نعم مش نرجونا لتدوين العبدالتفل ماكي يلخص فيها الرد على اهم جاء على لسان محمد عبو وقلت لي قول عبتي في المكي على عبو ان يثبت اتهاماته للنهضة او يعتذر لقادة هالدفل عميري وزيت تسمع البارح سيد عجمي يقول لك لو كان الامر بيد محمد عبو فتح السجون والقبي معناها الردود عودون بها قيادات حركة النهضة وبالعكس لهنا يلتقي عبتي في المكي مع محمد عبو بمعنى انه يقول له هو برا القضاء محمد عبو اش قال لك قال لك فميشي قضية تفتحة ضد قيادة نهضة ويفالعاش الاسنين هذوم دعونك الراجل يجاوبك ديجا الراجل قال لك يا سي عبدالطيف محمد عبو قال لك راكم انتوما اتحكمتوا في القضاء ووظفتوه لاهدافكم ولغاياتكم ولتحقيق المقارب متاعكم وخاصة لتصفية الخصوم متاعكم دونك افرغتو القضاء التونسي من محتواه من مصدقيته من شفافيته من استقلاليته وهذه اكبر جريمة ارتكبتها في حق تونس وهي وراء فشل السياسة معناها او الانتقال الديمقراطي في تونس وستكون وراء فشل كل معناها ما يمكن ان يصنع في هذا البلد الحصيلة منتاع عشر سنوات اللي نعرفوها التوانسة كلها وهو شفنا اليوم احد عنوينها في سبيتلا هي نتيجة لضرب المؤسسة القضائية في مقتل وبالتالي قوة ونفاق القيادات النهضاوية انهم يعملوا العملة ويقول لك براء القضاء خطر يعرف كيف تمشي القضاء بش تلقى عادة قاضي موالي لحركة النهضة يتسطر على الملفات متاحها اليوم كل انسان يتقدم قضية ضد قيادي نهضاوي الا هو كان مقال الملف متاعه الاهمال والنسيان وهو شفنا معناها بداية بملف رفيق عبد السلام الجهاز السري الاغتيالات التسفير الاستلاءات وغيرها في هذه بركة محمد عبو قال حقا وبطبيعة الحال مؤسف انه يجي الرد من عبدالتيف المكي بالطريقة هذية واحنا اللي كنا نتوقع انه بش يكون عنده ختام وغير انا بش نقول له ونختم لهنا يا سيدي الكلام هذة ما قالوش عبدالتيف المكي قالو زوبير الشهودي محمد عبو محمد عبو ما قالو زوبير الشهودي امين سر راشد الغنوشي اكتب تدوينه احكافاها على تفشي الفساد لدى قيادات حركة النهضة التدوينة موجودة ارجع اقراها وانسى محمد عبو الشيطة قاعد خارج من وسطكم من داخلكم وبالتالي انتو ما اشكيوا ببعاظكم ومدوا التواسع بالحقيقة براهيم موسيتيش لا اشوف المشكلة اللي هنا هي اراه اساسا تكمن في القضاء هذه اتهامات واتهامات مضادة والملفات موجودة امام القضاء على القضاء ان يتحمل مسؤوليته كاملة لان القضاء العادل هو عماد كل دولة ديمقراطية فممثل يذكر دائما يذكر دائما عن شرشل وينستون شرشل في الحرب العالمية الثانية لما كانت الطائرات الالمانية طائرات هتلر تدك العاصمة لندن دكا دكا سأل كيف حال القضاء في بلدي قالوا حال القضاء في بلدي راهوا لبس عليه قال اذا لا خوف على بلدي اذا القضاء هو عماد الديمقراطية واذا تعافى القضاء وامسك بالملفات كما ينبغي بكل استقلالية وبكل حيادية وبكل جرأة وشجاعة خاصة راه نقول لك نجم ننهض بهذا البلد اما اذا كان القضاء يعني فم ضغوطات كبيرة تمارس عليه من كل الجوانب من اللوبيات السياسية من اللوبيات المال من حتى بعض التشكيلات النقبية راهوا هذا القضاء لن يتعافى فلنترك القضاء يفتح جميع الملفات بكل حرية وبكل تلقائية وبكل جرأة نعاو بكل جرأة وشجاعة توأ احنا نتخلص